أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان لبرنامج حكاوي أولاد البلد رجعنا لكم تاني طبعا للفقرة الرياضية اللي احنا بنجبه لكم كل أسبوع الفقرة المميزة مع تمرين مهم جدا كل أسبوع طبعا هم بنعمله النهاردة ان شاء الله طبعا الفقرة فيها كذا حاجة كذا متنوعة فيها مدخلات مهمة جدا بس قبل ما اتكلم في الموضوع يعني أحب هني الأخت والصديقة أسماء طلطاوي بمناسبة عيد ميلادها ان شاء الله هيبقى الأسبوع الجاي وكلنا وأسرة البرنامج هنحتفل به النهاردة ان شاء الله برضو هنبدأ حاجة مهمة قوي طبعا تخص أسئلة في البرنامج جات من خلال صفحة البرنامج طبعا هنبدأ أول حاجة طبعا قبل ما أقول الأسئلة حاجة مهمة جدا بالنسبة طبعا للجيم اللعبة اللي بتتمرن في الجيم قبل ما أبدأ الرد على الأسئلة وابل ما أبدأ أي حاجة الموضوع يا جماعة اللي أنا هتكلم فيه ده موضوع مهم جدا 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 واللي بيلعبه في الجيم أو بيتمرنه عارفيني الكلام اللي أنا هقوله حرفيا الموضوع باختصار اللي أنا طبعا لما باجأت مرن ببدأ تمرين ساعات بيبقى فيه الموت بتاعي مش مظبوط شوية فبضطر اللي أنا ألجأ لحبوب منشطة الملشطات يا جماعة ده موضوع مهم جدا وحزاري حزاري نشتغل على الموضوع ده لأن الموضوع ده خطر جدا وطبعا فيه حاجة برضو عاوز أقولها لكم مهمة جدا أنت آه هتشيل أوزان وهتتمرن وهتلعب مش أي مشكلة بس المنشطات دي بتعمل إيه بقى؟ بتسد النفس فلما بتسد النفس طبعا أنا بتكلم على زاوية تانية إحنا خلاص خلاصة لها مخدرة كابتن أسامة هرم ومعانا كابتن أسامة هرم الملقب بالرجل الأخضر كابتن أسامة خلومتا الخير يا كابتن طاري إزاك يا كابتن أسامة أهلا بيك وأهلا بغفرة البرنامج الله يا كريمك وشرفتنا والله في المداخلة دي ربنا خليك أنا ساعيز جدا بيها حتى بيك طبعا كابتن أسامة جماعة كلنا أكيد نعرف الرجل الأخضر اللي كان بيطلع في بعض الإعلانات زي ما سورته واضحة قدامكم طبعا كابتن أسامة ملقب إحنا ملقبينه بالرجل الأخضر يعني كابتن أسامة كنت أحب أسألك سؤال مهم جدا بالنسبة للمكملات تتفضل ما تتفضل ما تتفضل تمام بالنسبة للمكملات الغذائية اللي أنا مثلا باللعيب عاوز أبدأ جيم وكده فبرضه بجري على المكملات فطبعا السؤال ده ناس كتيري قوي بتسألوا وعادة تعرف هل هي مدرة هل هي مش مدرة بحكم طبعا يا كابتن طاري هو الصوف مش واضح عند حضرتك طيب أتكلم بالنسبة لمكملات الغذائية أيوة سمعني كده أيوة أيوة يا كابتن طب باختصار يعني هل هي مدرة أو مفهاش مشكلة أو ناخدها عادي أو أي فئة تاخدها بص يا كابتن طاري هو السؤال ده مهم جدا آآ اللعيبة المستدئة بفوقها في مشكلة كبيرة في بداية لعبهم آآ للعب الكمال الأرسل تمام 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 يعني كده كابتن طاري آآ آآ معاك كابتن معاك آآ فهي مفيدة أم آآ آآ أم مضرة آآ أنا هي يعني هي بالنسبة لي كأسامة هي مفيدة المكملات مفيدة جدا واخد بلد بس ممكن أنا بإيدي أخليها مضرة إزاي أخليها مضرة الإفراط فيها بقى كامل كامل سمع آآ إهمال التمرين آآ يعني أنا ممكن أبعنا فيه جدول معين آآ خلال الإسجوع بتاع التمرين آآ ممكن أبقى منظم فيه آآ آآ فجأة أروح يوم أجيب ثلاثة أيام من الجيم واخلال غيابي دوت أروح واخد المكمل بتاعه آآ أصبح بقى يضرني بدل ما يفيدني تمام آآ فيه نوع معين من البودر آآ يعني مثلا هل الحالة الصحية آآ أنا مثلا إكا راجل مثلا مريض يلفع أخد آآ نوع من البودرات دي؟ آآ يعني الويد وروتين ده تليز جدا الآيزومية آآ نيترو تيك كل الأنواد فيها جدا أنا جربتها شخصيا كابتن أسامة تشرفت بيك جدا وإن شاء الله تبقى معنا في الحلقات الحلقات إن شاء الله القادمة إن شاء الله مشاكرين جدا يا كابتن أسامة شكرا شكرا آآ معنا يا جماعة طبعا إحنا إحنا نمنع المنشطات آآ نهائيا حرفيا نمنعها خالص آآ طبعا كنت بتكلم بقول آآ الموضوع المنشطات ده هيعمل لنا مشكلة اللي هو هيخسسني اوقعوا تفتكروا لأنه ما أخد منشط أو منشط هيعمل لي ضخامة عضلة فش الكلام ده خالص بالعكس ده هيسدي نفسي مش هخالين هيكل ولا هيكل بروتين ولا هيكل الجسمي لنا طبعا محتاج بروتين عشان يبنى عضلة فبالتالي اللي أنا هخس مش هزين طيب خلصت الموضوع ده نخش على بقى موضوع الأسئلة بتاعت البرنامج برضا عشان وقت الحلقة وكده اتسألت سؤال بالنسبة لأكل البيض هل هو كتره مدر؟ او بشكل عام هو مدر او مش مدر؟ عماتنا يا جماعة البيض يعني من أحسن الأغذية مصنف من أحسن الأغذية على مستوى جميع الأغذية بمعنى البيض في حاجة اسمها كوليسترول اللي هو الـ HDL اللي هو النفع وفي حاجة اسمها LDL الـ HDL هو البيض بيرفع الـ HDL الناس كلها عندها اعتقاد اللي هو بيرفع الـ LDL اللي هو الدار طبعا الاعتقاد ده خاطئ هو بيرفع الـ HDL دي حاجة تاني حاجة مهمة البيض اساساً عشان ما احنا عارفين يا جماعة فيه أكتر من 12 عنصر غذائي بمعنى اللي بتكلم على البيض بشكل عام 12 أكتر من 12 عنصر غذائي فيه سوديوم، بوتاسيوم، سيلينيوم، ماغنيسيوم، بوروتين، زينك فيه 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 حاجات كتير جداً مفيدة للجسم والجسم اللي ما احتياج يعني فيه احتياج لها وكده يعني نيجي بقى للصفار فيه برضو بالنسبة للصفار مهم جداً الناس بترميه بتاخد الصفار؟ مين؟ كابتل سامح معانا كابتل سامح الشازلي ألو؟ ألو؟ كابتل سامح معايا؟ انا متسمع يا جماعة؟ انا موجود انا معاكم ازاي كابتل سامح؟ بسأل تقول ازاي حضرتك؟ الحمد لله كابتل سامح انه سمعنا النهاردة اللي فيه حدث مهمة او في مصر يعني حاجة مهمة لمصر وكده عاوزين نيعرفها؟ والله النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم اولا يوم السلام العالمي واحد وعشرين تسعة اه بدعوة طبعا من معالي الوزير الدكتورة صفحة وزير الشاوب الرياضة اه بان احنا نعمل اي احداث رياضية اه يعني تحاول تسمع في العالم كله ان مصر بلد الامن والامان والسلام واخترنا يوم السلام العالمي بداية عشان نكمن اكبر علامة سلام على سطح الماء ستمائة سباح وسباحة من ابناء الاتحاد المصري والانقراض حنكون علامة السلام هي برا عن دايرة وازي فيها حرف واي كده اه باللايف جاكت والولاد والبنات اه كلام دا عملنا له اعداد وعملنا له تجارب كتير وكاننا طبعا في سابيننا نحتحت حتى تتحقيق الرقم القياسي اللي يشكل في الموسعى الجينيس اه اول انبالع فوجئنا بايميل جاينا من المؤسسة جينيس بيقول لنا ان بناء على تعليمات منظمة الساحة العالمية اه بمنعة التجمر لازم طبعا في محاولة زي دية حيبقى فيه التلاصف بالولاد والبنات. طحية. هيبقى فيه ان هما مسكين ايديهم في اتبعض لان هي من شهوط المحاولة. مايبقاش فيه فوارق ما بينهم. فبالتالي طبعا اه غيرنا النظام خالص. اه وهم قالوا لنا ممكن نحطم الرقم اه بطريقة تانية ان هو يرسم علامة اه السلام او كلمة على الارض. اه وده وقد كان فعلا اه النهاردة الحمد لله ربنا وفقنا بعدد خمسمية واحد. اه عملنا اه كونا كلمة سلام اه على ارض مدينة السلام مدينة اسماعيلية. اه وربنا وفقنا ودخلنا مسؤولة جينيس. وده طبعا استكمالا لكل اه اللي بتكون بيه الدولة المصرية والحكومة المصرية بنشر السلام. وربنا وفقنا يا ربو نقدر نعمل حاجة تانية للبلد لان احنا مقدمين على محاولتين اخرين في شرم الشيخ. اه خلال شهر اكتوبر بإذن الله وحنزيع بقى عنهم ونخليهم فجأة للسادة المستمعين ومشاهدين. والمصريين كلهم في دهرك يا كابتن سامح وكلنا اي حاجة ترفع اسمه مصر احلى في دهرك على طول ان شاء الله. الف شكرا يا قش. الحمد لله يا رب العالمين بإذن الله بتوفيقكم كده ووجودكم معنا نقدر نعمل حاجة حلوة للبلد بإذن الله. امين يا رب امين يا رب. ان شاء الله ننتظرك ان شاء الله في الحلقات القادمة ان شاء الله. طيب معنا معنا ديف يعني. شكرا. نخش يا جماعة على الموضوع اللي طبعا احنا خلصنا موضوع البيت طبعا. عرفنا فوائده. وعرفنا اللي هو ما فيهوش ضرر. انا عن نفس يا جماعة باكل كل يوم ده بأمانة يعني انا بتكلم بجد يعني. كل يوم بالطين. اه بقى لي سنين يعني ممكن تقوله عشر سنين خمشور سنة. وما فيش اي حاجة. يعني معديش اي مشكلة صحية والحمد لله يعني. طبعا بحسي نفسي. ربي نسر وراح حلل بعد الموضوع اللي انا اتكلمتي في ده. نخش ان شاء الله بقى على الاسئلة بتاعت البرنامج عشان وقت برضو البرنامج وكده. اللي جايني على الصفحة. في عندي اه واحد اسمه احمد هاني. بيقول لي هل حزام التخصيص له فاعلية? طيب حزام التخصيص يا جماعة ده ليس له قيمة. دي شركات للأسف الشديد شركات عالمية. اه الشركات دي بتروض للحزمة دي عشان خاطر طبعا المقابل المادي. يجي لها عائد. اه مادي. مش الكلام ده خالص. الحزام حي بنلبسه. طولي عمرنا عارفين الحزام ده من اه من اه من اول ابتدائي. اه عارفين قصوته ماشي ازاي? ولا بيعمل تخسيص وبتح يعني بيتلف حوالي الكرش. وما بينزلش يا جماعة دهون. عاوز اقول لكم على حاجة تقولتوا عارفنا. الدهون بتنزل من الجسم بشكل كامل. ما تنزلش في مرات المعينة. بياخدوها قاعدة. هتفهموا القاعدة دي هتعرفوا اللي ده مش 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 كلام مش مزبوط يعني. فاحنا يعني عشان برضو ما احنا اه عارفين الكلام ده. الحزام بنلبسه بنعرق بنشرف شوية مية خلاص. العرق اه رجع تاني. فعشان احنا بس ايه لو ما احنا عارفين الكلام ده. برضو في سؤال اه تاني حد يسمعها عاطف احمد بيقول السونة. السونة ليها دور في التخسيس. للأسف يا جماعة اه وقت الحلقة انتهت. ان شاء الله بازل الله اه يعني ان شاء الله بازل الله الحلقة القادمة الاتنين الساعة تمانية اه ضمتم في رعاية الليه.